استعرض رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي تقريراً قدمه رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية حول آخر مستجدات أنشطة صناديق الاستثمار في الذهب ضمن نشاط صناديق الاستثمار في المعادن النفيسة وأكد مدبولي حرص الحكومة على نجاح التجربة المصرية في مجال صناديق الاستثمار في الذهب وذلك من خلال توفير الإطار التشريعي والقانوني المنظم لتلك الصناديق ما يوفر فرصاً استثمارية غير تقليدية للمواطنين تمكنهم من الحفاظ على قيمة مدخرتهم الأمر الذي يسهم بشكل واضح في تحويل الذهب من مجرد السلعة إلى أداة استثمارية يمكن التعامل عليها بكل شفافية وسهولة من خلال تلك الصناديق وتحت إشراف ورقابة من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية ما يضمن حماية حقوق المواطنين ترجمة نانسي قنقر